مشاهدين ينضم إلينا داخل الستوديو مدير قسم تسجيل الأحزاب في مفوضية الانتخابات للحديث أكثر طبعا السيد رياض كاظم حياك الله سيد رياض سيد رياض المهلة التي أعلنتم عنها هل تعتقد أنها مهلة الثلاثين ومطبعا هل تعتقد أنها كافية لتسجيل الأحزاب الكيانات الراغبة بالدخول من انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أشكر قناتكم الموقرة لتاحة الفرصة للحديث عن التحالفات والجدول الزمنية الخاص بها مثل ما تعرف دعبة المفوضية على أعداد جداول زمنية قبل كل عملية انتخابية سواء تكون برلمانية أو مجالس الانتخابات مجالس محافظات العفو فالجداول الزمنية عدت من وفق قسام مختصة ومناقشات بالتأكيد بعد دراسة جدول ولا يخفى عن حضراتكم أن دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية هي الجهة المسؤولة عن تسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية حيث تم عقد مؤتمر تشاوري مع شركاء العملية السياسية في فندق المنصور يوم 26 تمت الإجابة عن جميع التساؤلات الخاصة بالتحالفات والجدول الزمني الخاص بها فبالتأكيد أن التحالفات تعتمد على توافقات الأحزاب وتقارب الأهداف طيب إذا لم تراجع بعض الأحزاب أو الكيانات مدة الثلاثين يوما هل يتم إقصاؤها من المشاركة أم بعد ذلك ربما تمدد الفترة الزمنية هذه بالتأكيد نحن بالتعليمات الجديدة التي عدتها المفوضية الخاصة بهذه التحالفات حددت أنه اعتماد القائمة النهائية للأحزاب المنظوية في التحالف فهناك تحالفات نوعين التحالفات القديمة تبدأ رغبة وفق استمارة تسجل في دائرة الأحزاب تحدد الأحزاب الراغبة في الاستمارة في هذا التحالف رح تعتمد نهائيا مجرد التسجيل الجديد نعتمد على القائمة الجديدة بينما اللي لا تبدأ رغبة أكيد ما على حق طيب سيد رياب هل هناك؟ عفوا صادق قصادت من ضمن التحالف ربما من ضمن التحالف لكن إلا حق تشتركها منفردة منفردة طيب إذا ما تحدثنا عن شروط عن آليات وضعتها المفوضية العلية لمستقل الانتخابات لتسجيل الأحزاب والكيانات هل هناك شروط جديدة آليات جديدة فرضت على الانتخابات القادمة وتسجيل الكيانات؟ بالتأكيد تم اعداد تعليمات وضوابط جديدة في هذا العام للانتخابات توفقا مع التعديل الثالث لقانون الانتخابات مثل ما تعرف أن الانتخابات السابقة كانت دوائر متعددة فهذه الانتخابات المفروض التحالفات تحدد الدوائر التي تشترك بها يعني تحدد المحافظة حتى ليس سبب إشكال مع الأحزاب المنظوية داخلها طيب ماذا بخصوص تحديث سجل الناخبين؟ أين وصلتم بهذا الملف؟ واعتماد البطاقة الإلكترونية؟ حاليا هذه الانتخابات ستأثمد البطاقة البايومترية حسبة تم تحديث 15 مليون بطاقة بايومترية للناخبين المشمولين للمحافظات المشمولة بالانتخابات المحافظة اللي هي مزاعة المحافظات اللي هي 15 محافظة حاليا يبتدي التحديث من 13 سبعة فتح باب التحديث إلى أداء أشثمانية ومن المعتاد أن تزداد نسبة التحديث في هذه الفترة بسبب أنه انتشار 906 مركز تسجيل في هذه المحافظات في الانتخابات السابقة رصدتم فرق جوالة لتحديث بيانات أكبر عدد من الناخبين هل ستعملون بهذا؟ مراكز تسجيل المفوضية على المستقبل الانتخابات تسعى بكل جهودها والسنفار تام لإكمال تحديث جميع المستحقين للبطاقة البايومترية فإحنا من 23 مليون تم تحديث 15 مليون لحد انتخابات 2021 هذه الفترة السابقة بحدود المليون ونصف وفي فترة من دعاء السبعة إلى 13 ثمانية 13 سبعة إلى دعاء الثمانية أكيد ستزاد النسبة فإن شاء الله تستوفي بعد إطلاق الموازنة هل وجدت المفوضية المستقبلة للانتخابات الموازنة الكافية التخصيصات الكافية للتحضير الانتخابات مجالس المحافظات نعم هناك تعاون وتم إطلاق 50% من الموازنة للبدء بالتحضيرات للانتخابات وإن شاء الله 50% الثاني مجرد إقرار الموازنة وتم إقرارها إن شاء الله بطور السيد رياض كاظم ودير قسم تسجيل الأحساب في موضية الانتخابات شكرا جزيلا حضرتك شكرا جزيلا حضرتك